اصبح اقليم ناغورني قرباغ هو ساحة الجديدة لبسط النفوذ السياسي لبعض الدول التي تريد الظهور لتزاعم المشهد السياسي العالمي ولم يعد هذا الاقليم الذي يشكل الارمن 95% من سكانه ويطلقون عليه ارتساخ اي اله الشمس عند الارمن القدماء والذي تبلغ مساحته حوالي 4800 كم مربع ويبعد عن العاصمة الاذرية بوكو بحوالي 170 كم ساحة معارك اذربيجان وارمينيا فقط بل اصبح الميدان الجديد لاستعراض العضلات لكل القوة الاقليمية ليكون اداة لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية فمنذ الهدنة الانسانية التي قبيلتها اذربيجان وارمينيا لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ بوساطة اللجنة الدولية للصليب الاحمر تحت اشراف روسيا ودعت الى احترامها الا ان المعارك استمرت في الاقليم ما يمثل انتهاكا صارخا للهدنة وسط اتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة حيث اتهمت اذربيجان ارمينيا بخرق الهدنة وتنفيذ قصف ادى الى مقتل سبعة مدنيين فيما اعلنت وزارة الدفاع الارمينية ان اذربيجان تهاجم مناطق الجنوب مستخدمة المدرعات والصواريخ في خرق للهدنة الانسانية من جهة اخرى اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ارمينيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اذ قال لنظيره الروسي سيرجي شيغو ان على القوات الارمينية الانسحاب على الفور من اراضي اذربيجان التي تحتلها ووقف الهجمات على المدنيين من جهته اجرى نائب وزير الخارجي الروسي اندريه رودينكو محادثة مع رئيس مجموعة مينيسك لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا اندريو شيفر لبحث التطورات في اقليم ناغورني قرباغ حيث طلبت وزارة الخارجية الروسية اطراف المحادثات الاهتمام بمواصلة الجهود الجماعية الرامية الى نزع التوتر مع اخذ مبادئ البيان الروسي الامريكي الفرنسي المشترك الصادر في الاول من تشرين الاول الجاري بعين الاعتبار